أهلا بكم من جديد طيب الحكومة وزي ما حضراتكم متفقين أو على الأقل هذا ما أرى ولحضراتكم اللي انتم شايفينه لكن زي ما قلت احنا بنتكلم بمنطق وبعقل أمام أكبر تغيير تشهده مصر في الحكومة ثورة على الحكومة ثورة تغيير للحكومة ده واصل لي القوة السياسية واصل للعملين في المجال العام والمجال السياسي اه للناس المؤيدين والناس المعارضين والناس المحيدين أعتقد يعني أنا عندي مثلا بيان صادر من دقائق عن حزب مستقبل وطن بيقول ايه حزب مستقبل وطن عن موضوع الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة بيهن السيد رئيس الجمهورية والشعب المصري والحكومة الجديدة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي ليه؟ في وجهة نظره لانه هذه الحكومة ضمت الكفاءات واصحاب الخبرات في كافة التخصصات والمجالات لاننا قدام محتاجين هذه التخصصات والخبرات والكوادر لاننا بنبدأ مرحلة جديدة من مراحل البناء ويعتبر الحزب ان تشكيل الوزاري جاء في اطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الاداء الحكومي لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة وهو الامر الذي يلقي على عاتق الحكومة الجديدة ضرورة تحديد اولويتها بصورة عاجلة وبدء العمل في كافة الملفات وعلى رأسها تعزيز الاداء الاقتصادي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن ويؤكد الحزب مواصلة نهجه الداعم لمؤسسات الدولة المصرية والمساند لاجهزاتها التنفيذية في تحقيق رؤية القيادة السياسية المتصلة بالتنمية والتطوير لبناء الجمهورية الجديدة هنا بتوقف عند حاجة مهمة جدا مصر الان يا جماعة مفيش فيها تأييد على بياض مفيش فيها مباركة على بياض يعني اللي هو ايه الحزب بيقول اه بنهنق وفيه كوادر وفيه كفاءات لكن احنا يعني عايزين ضرورة تحديد اولويات بسرعة عجلة ان الناس فيه عملية محاسبة ده ده حزب مستقبل وطن